استقبل نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محمد شعبان وفداً بانامياً ضم رئيس منطقة كولون الاقتصادية التابعة لقناة باناما جيفاني برونو فراري وذلك في إطار بحث التعاون الاقتصادي المشارك بين الجانبين أكد نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة تولي أهمية كبرى لتوطن القطاعات الصناعية المستهدفة مما يجعلها حريص على توفير كل الدعم للمستثمرين من جانبه أكد فراري أن مصر يمكن أن تكون مركزاً استراتيجياً للتجارة والاستثمار من خلال ما تقدمه المنطقة الاقتصادية من خطوات جاذبة للاستثمار وموقعها المتميز الذي يدعم حركة التجارة الدولية